اشتركوا في القناة في سورة الجن ووصلنا في الدرس الذي مضى إلى قول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوضون برجال من الجن فزادوهم رهقا وتكلمنا عن كثير من الإشارات في هذه الآية واليوم نكمل إن شاء الله ما تبقى لنا في هذه الآية وما بعدها قلنا أنه قول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوضون برجال من الجن أنه محمول على أمرين إما الأمر الأول كما ذكرنا أنه كان الإنس يعني إذا نزلوا واديا أو نزلوا مكانا استعادوا بكبير الوادي وبعظيم الوادي وبسيد الوادي من الجن وقلنا أنه أول من فعل هذا هم أهل اليمن بن حنيفة ثم انتقل ذلك إلى بقية العرب وإما أنه كان رجال من الإنس يعوضون برجال من الإنس من الجن أي أنه كما كان يذكر القرطبي أنه كان الرجل إذا ينزلوا في مكان مثلا يقول أعوذوا بحذيفة بن بدر أحد الكبراء هناك في تلك المنطقة وهكذا كان بعض الإنس إذا نزلوا واديا أو نزلوا مكانا يعني يذكرون يستعيدون ببعض الرجال من الإنس ظنا منهم أن هؤلاء لهم قدرة على منع الجن منهم ومع ذلك كانت الجن تستجيب لهذه الأشياء على من قال بهذا القول لأن الغاية عند الجن هو أهم شيء أن يبتعد الإنسان أن يتعوذ بالله وأن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى فطالما حصل هذا الأمر بعدم الاستعاذ بالله فسواء استعاذ بجني أو استعاذ بإنسي فلا فرق عندهم لأن المهم هو إخراج العبد عن أن يلتجئ إلى ربه وأن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى نعم وقول الله تعالى يعوذون العوذ حقيقة يختلف عن اللوذ العوذ غالبا يكون في المكروه وهو الالتجاء والالتفاف حول الشيء للنجاة من ضر يصيبه إذا يلتجئ الإنسان إلى شيء ويلتف حوله هذا يعني يعوذ والعوذ غالبا يكون في مسائل الشر واللوذ غالبا يكون لأجل الحماية والتحصن وغالبا ما يستعمل في الخير ونحن قلنا غالبا أي أنه قد يأتي على غير هذا المعنى لكن هذا غالب الاستعمال فقد ذكر مثلا زبيدي في تاج العروس قال ومنه الملاذ وهو الحصن والملجأ ما يلتجئ إليه الإنسان ويتحصن به من أمر يقع به فزادوهم رهقة زادوهم رهقة يعني كما ذهب أهل التفسير قالوا إما أن الجن الجن زادت الناس وزادت الإنس خوفا وكفرا كما ذكر سعيد بن جبير قال زادوهم كفرا وكما قال قتادة وغيره زادوهم إثما وقيل زادوهم خوفا زادوهم أي زادوا الإنس خوفا أو إثما بما كانوا يعني يلتجئون به الإنس ويعودون الإنس من الجن أو أنه زاد الجن طغيانا الإنس عندما كانوا يستعيدون من الجن زادوا الجن طغيانا فأنهم طغوا لأنهم رأوا أنفسهم أنهم يعني قد سادوا على الإنس والجن كما ذكر كما ورد ذلك في بعض الرواية عن الأثر حتى أن الجن قالوا سدنا الإنس والجن لما رأوا أن الإنس يخافون منهم ويسألون يعني العوذ منهم والالتجاء إليهم كأنهم وجدوا في أنفسهم فخرا وعلوا وكبرا على الإنس في ذلك ولذلك قال فزادوهم إثما أو زادوهم خوفا أو زادوهم طغيانا على هذا ولذلك قال في بداية الأمر كان الإنس يخافوا من الجن فلما صرح الإنس بهذا الخوف وكانوا يستعيدون بالجن علمت الجن أن الإنس يخافون منهم فزادوهم فرقا وكما ورد أيضا عن عطاء قال فزادوهم خبطا وخنقا أي كانوا يتخبطونهم ويخنقونهم ويؤذونهم فزادوهم في ذلك لأنهم كلما الإنسان يبتعد عن الله ويلتج إلى غير الله سبحانه وتعالى لا شك أن هذا يعني فيه المذلة للإنسان لأنه العبودية لا تكون إلا إلى الله سبحانه وتعالى والالتجاء والعوذ واللود لا يكون إلا إلى الله سبحانه وتعالى وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ولذلك لما كان الناس يعني يفهمون الأمر هكذا أنهم يستعينون بالجن أو يعوذون بالجن حتى ينجيهم الجن أو يخففون عنهم بعض الضرر وهذا لا شك أنه فيه شيء من الشرك لأنه التوجه والسؤال هو لله سبحانه وتعالى فقط كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس يا غلام إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله يجب أن تبنى عقيدة عند الإنسان أنه الضار والناثع وأنه لا يمكن للجن قال أن يضرون أحد إلا بإذن الله كما قال تعالى وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله لذلك على العبد أن يعني ينتبه إلى هذه المسألة فلا يستعيد ولا يركن إلا إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك يعني كما ذكر ذلك القاسمي قال فأنزل الله المعوذتان سورة المعوذات الفلق والناس لتعليم الناس على أنه لا يلتجأ ولا يعاذ إلا بالله سبحانه وتعالى كما قال قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون فهنا العود لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان النزغ فاستعذ بالله وآيات كثيرة جاءت حقيقة لتعليم العبد أنه لا يلتجأ ولا يستعيذ إلا بالله سبحانه وتعالى قال فزادوهم رهقا كما ذكر الآلوسي قال والضمير في زادوهم قابل للإثنين وهو معكوس إما أنه زاد الإنس الجن طغيانا واستحلالا للحرام وزادوهم إثما أو زاد الجن باستعادة الإنس لهم زادوا الإنس خوفا وفرقا وإثما وكفرا وكل الأمرين فيه مضرة شديدة على الجن وعلى الإنس وقد يعني حتى ذكر ابن عاشور قال ومن هذا الخوف من الجن ذهب بعض العرب إلى عبادة الجن يعني عبدت بعض العرب بعض قبائل العرب عبدت الجن لأنهم يعني كانوا يظنون أن الجن بيدها الأمور وأنها تتصرف في الكون وأنها تفعل والشجرة التي قطعها سيد مخال الموليد وخرجت منها شيطانا يعني أكبر دليل على الشجرة التي كانوا يعبدونها وكما ذكر ابن تيميا أيضا أنه كانت الجن أو كان بعض الشياطين يكلمون الناس من خلال شجرة يعبدونها أو تمثال يعبدونه وإن كان يعني أنكر ذلك بعض الفرق الأخرى من غير أهل السنة قالوا أن ذلك يعني يشكل لبس عند الناس ولكن لا ضير في هذا فالذي عليه يعني جمهور أهل السنة بأنه الشيطان ربما يتمثل ويعني يتكلم كما فعل في معركة بدر عندما قال إني جار لكم فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وحتى الرواية المشهورة أنه كان جاء بصورة سراقة بن مالك ويعني أقوال كثيرة في ذلك حتى عندما اجتمعوا على قتل النبي عليه الصلاة والسلام جاء على صورة شيخ نجدي فأشار إليهم بمشهورة أن يجمعوا من كل شاب قبيلة لقتل النبي عليه الصلاة والسلام وحقيقة رواية كثيرة جدا في قضية أنه الجن وما كانوا يفعلونه وشياطين وما كانوا يفعلونه مع الإنس قال فزادوهم رهقة الرهق في لغة العرب كما ذكر ذلك الطبري والقرطبي قال الرهق في كلام العرب هو غشيان المحارم أي غشيان ما حرم الله الوقوع في ما حرم الله والاستمرار فيه فهذا هو الرهق وكذلك قال الواحد قال الرهق هو غشيان الأمر بالقهر يعني أخذ الشيء أو غشيانه بالقوة والقهر فيسمى رهقا ومنها كما قال القرطبي يسمي المراهق مراهقا لأنه قد غشيه الاحتلام ويعني عندما يقول رهقت الصلاة أي أخرت الصلاة حتى غلبني وقت الصلاة الأخرى وهكذا فلفظة رهقة ويعني تدل على غشيان الأمر ومستعملت هذه اللفظة إلا كما قال القاسم إلا في الكبر وفي الضلال وذلك لاحظ أنه غالب ما جاءت جاءت في أمور الشدة قال وترهق وجوههم ذلة وترهقهم ذلة وغير ذلك من الآيات الكثيرة سأرهقه صعودة وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي جاءت في معنى الشدة والصعوبة والذلة والكبر وغير ذلك فهذه اللفظة لها هذا المعنى وذلك اللاحظ أن السلف منهم من قال أنه رهق ذلا ومنهم من قال رهقا جرأة أي زاد الجن جرأة في استعاذة الإنس بهم زادوهم جرأة على الله ومنهم من قال رهقا بمعنى طغيانا ومنهم من قال رهقا بمعنى كبرا ومنهم من قال رهقا بمعنى فسادا ونلاحظ أن كلها معاني مقبولة وكلها متقاربة وإن كانت الألفاظ مختلفة لكن المعاني متقاربة في هذا المعنى حقيقة كل من ابتعد عن الله وابتعد عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى لا شك أنه سيقع في كل هذه الآثاب من الإثم والجرأة والطغيان والفساد والإنكار وغير ذلك من الألفاظ التي كلها تدور في هذا المعنى قال وأنهم ظنوا كما ظننتم المسألة التي في سورة الجن على أنه هل هذه الآية هل هي من كلام الله يعني من كلام الله وانقطع كلام الجن في هذه الآية أم أنها ما زالت من كلام الجن والخلاف في ذلك بمن قرأها وأنهم ومن قرأها وإنهم على من جعلها أنها من وحي الله سبحانه وتعالى مخبرا وتعريضا بقريش أنهم الجن ظنوا كما ظننتم يا قريش أنه لن يبعث الله أحدا أو أنه ما زال من كلام الجن أنهم كانوا يقولون أنه مخاطبين قومهم أنهم أن الناس أنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا نعم الذي ذهب على أنه من كلام الجن من كلام أنه سياق كله لكلام الجن هذا يعني ما ذكره الرازي والسعود ومن قبله الزمخشري وجمع كبير المفسرين قالوا لأنه ورود كلام يعني في سياق الكلام عن الجن ثم يأتي كلام لله سبحانه وتعالى ثم يرجع الكلام إلى الجن قالوا هناك سيكون خلل في السياق خاصة وأن الآية التي بعدها هي قطعا من كلام الجن من قولهم وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئة حرسا شديدا وشهبا لذلك الذي ذهب على أنه من كلام الجن هو أغلب المفسرين والقرطبي الإمام القرطبي ذهب على أنه من كلام من كلام الله سبحانه وتعالى وهذا كله حسب توجيه يعني المفسر في رؤيته لمعنى السياق ومعنى الكلام وهذا لا يضر نعم قالوا أنهم ظنوا كما ظننتم أي أن الإنس الإنس ظنوا أنه لن يبعث الله أحد وكذلك أنتم ظننتم على ظنهم وهذا فيه عدة إشارات الإشارة الأولى قالوا على أنه يعني تعريض بقريش على أنه وصل بكم الحال أن فساد اعتقادكم لم يكن لكم فقط بل حتى وصل إلى الجن فاعتقدوا خطأا كما اعتقدتم أنتم هذا واحد ومنهم من قال على أنه ظنوا كما ظننتم أي أنه نحن كنا مؤمنين أي أنه نحن آمنا عفوا نحن آمنا وأنتم كنتم تظنون على ما كان يظن أولئك المشركون من أن لله ولد وأن الله لا يبعث أحدا وكأنه تعريض بإيمانهم نعم ومنهم من قال هنا أن لن يبعث الله أحدا كما ذكر من كثير قال أي أن الله لن يبعث أحدا على طول هذه المدة حيث لم يرسل رسولا ما بين ما بين عيسى عليه السلام وبين محمد صلى الله عليه وسلم فأنه ظن أن لن يبعث الله أحدا يعني من الرسل والألوسي قال وممكن أن يكون فيها توجيه آخر أن لن يبعث الله أحدا على البعث للجزاء والحساب وليس على البعث الرسل ولذلك ابن عشور يقول والآية تحتمل الأمرين تحتمل أن لن يبعث الله أحدا من الرسل أو لم يبعث الله أحدا للجزاء والحساب وفي كلا الحالين هو إنكار للإيمان لأنه معروف أنه من أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فمن أنكر اليوم الآخر أو أنكر الرسل فقد أنقص من أركان الإيمان قال وأنهم ظنوا كما ظننتم وظننا قد تأتي في لغة العرب على معنى الظن المعروف وقد تأتي ظن على معنى اليقين والذي يعني يحدد لنا المراد في ذلك هو السياق لأنه يعني قال كما قال بعض أهل التفسير في قول الله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أنهم كانوا مؤمنين بلقاء الله مؤمنين بذلك وما كانوا يظنون ويشكون بلقاء الله لأنه الشك في البعث وعدم بعث الله الخلق والقيامة وغير ذلك ونقص من أركان الإيمان ولكن هناك من قال أنه ظن تستعمل على بابها ومنه من قال أنه ظن على بعض لغات العرب تستعمل على معنى اليقين وهذا موضوع يعني حقيقة خلاف كبير في مسألة الظن في توجيهها وكل فريق له أدلته وله وجهه في ذلك أن لن يبعث الله أحد البعث يعني غالبا قالوا أنه هنا قالوا يعني ما هو المرجح في قضية يبعث الله أحد هل هو بعث الرسل أم البعث بعد الموت فالبعض منهم قالوا على أنه البعث غالب ما يستعمل في القيامة الكبرى ولذلك لن يبعث الله أحد كأنهم قالوا على قول العرب إنما هي حياة الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر أي أنه لا بعث بعد الموت فربما يحمل البعث هنا على هذا المعنى على أنه لن تكون هناك قيامة إنما هذه الحياة الدنيا نموت ونحيا أي نحيا فيها ونموت ولا قيامة بعد ذلك ومنهم قال أنه إرسال الرسل غالبا يعني استعمل فيه الإرسال يعني لفظة الإرسال فيكون البعث هنا يعني مائلا أو منصبا إلى قضية عدم البعث للجزاء والحساب وكل الأمرين ممكن يعني يحتمله اللفظ على ترجيح أحد المعنيين على الآخر قال لن يبعث الله أحدا ولاحظوا أنه كلمة أحدا غالبا عندما تأتي للنفي يعني عندما تأتي أحد في سياق النفي تفيد يعني القليل والكثير يعني عندما تقول ما في الدار من أحد يعني لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أي شيء آخر ولذلك لما جاء النفي قال أو يعني لما يأتي النفي بأحد أو يأتي السياق سياق النفي في استعمال لفظة أحد يدل على أنه ليس هناك شيء وهذا كان يعني أقوى في الدلالة كما ذكر ذلك الإمام الراغب نعم قال لن يبعث الله أحدا وقالوا وأن لمسنا السماء وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئة حرسا شديدا وشهبا وأن لمسنا السماء أي أنه كما ذكر أهل الأثر أنه لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام صعد الجن وحاولوا أن يصلوا إلى السماء وإلى المقاعد التي كانوا يقعدون فيها في السابق فيسترقون السمع وينقلون ذلك إلى الكهان فوجدوها ملئة حرسا شديدا وشوبا على غير العادة أي أن وكما يقول الطبري وهذا الكلام عن النفر من الجن نفس النفر من الجن الذين قالوا يعني الذين ظنوا أنه قالوا كان رجال من الإنس يقولون عن أنفسهم أننا لما صعدنا إلى السماء وتلمسنا خبر السماء وجدناها قد ملئة حرسا شديدا وشهبا على غير العادة التي يعني كنا نعتاد أن نجلس فيها أو نعرج إلى السماء حتى نستمع ونسترق السمع ونأخذ الأخبار فوجدناها ملئة حرسا شديدا وشهبا نعم قالوا وأن لمسنا السماء اللمس والمس والجس هذه الألفاظ يعني غالبا ما تأتي متقاربة لكن هنا يعني كما يقول الإمام الرازي يقول لمسنا السماء يأتي على معنى اللمس يعني لمسنا السماء جاءت على معنى اللمس قال لأن اللمس يكون تحسس بالأيدي وهو يكون أقوى في الدلالة من أي شيء آخر يعني عندما تتحسس الشيء بيدك لا شك أنه سيكون هذا المعنى أوقع في القلب وفي النفس لأنه تباشر بحاسة قريبة ولذلك قالوا اللمس يكون فيه معنى التقصد التقصد اللمس وغالبا ما يكون في اليد أما اللمس يعني أما المس عفوا المس لا يشترط فيه أن يكون بقصد ولا يشترط أن يكون فيه باليد وذلك كنا عن الجماع بماذا أو لامستم النساء نعم يعني على ما ذهب إليه من الحنفية أنه قالوا أنه لامستم النساء على معنى الجماع بين مشافعي ذهبوا أنه لامستم النساء على معنى اللمس يعني وكلهما يدور في معنى قريب يعني المس واللمس والجس كله يأتي على معنى التلاصق بين جلدين يعني أما الجس فغالبا ما يكون هو تتبع العرق الخفيف أو الشيء الدقيق كما يقولون جس الطبيب العرق النبض يعني يعني كأن الجس فيه معنى تتبع الأمر الخفي فلذلك لاحظوا سيدة مريم ماذا قالت؟ قالت ولم يمسسني بشر يعني أي مس لأن المس فيه معنى كما قلنا على مذاب الحنفية إلا فيه معنى الجماع لأنه المس يكون بغالب البدن يختلف عن اللمس الذي يكون بقصد ويكون بالأصابع وبأطراف اليد ولذلك يعني في قول الله تعالى وجاسوا خلال الديار البعض ذهب إلى جاسوا خلال الديار بمعنى من جسسة وهي حقيقة ليست من جسسة إنما هي من جوسة وإن كان كلاهما يأتي على معنى التفتيش وتتبع الشيء الدقيق لكن قد تشتبه اللفظتان في المعنى لكن تختلفان في أصل اللفظة يعني نعم قالوا وأن لمست السماء وهذا يدل على أن السماء كما ورد في الحديث أن لها أبواب ولها حراس والدليل على هذا لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام مع جبريل عليه السلام نلاحظ أنه سيد جبريل طرق باب السماء إذن السماء ليست كما نفهمها نحن أنه يمجرد أنه الشيء البخار أو غير ذلك ربما يكون عندنا في الدنيا فهو كل ما سماك وعلاك فهو سماء نعم من حيث مسمى اللفظ أما حقيقة السماء التي ذكرت فهي سماء يعني يكون لها أبواب ويكون عليها وقوف وكل كما قال ابن الجوزي في نزة الأعيون النواضر قال وكل سماء كل سماء وكل أرض هي سماء للأرض التي تحتها يعني السماء الأولى السماء الثانية أو الأرض الثانية تكون سماء للسماء الأولى والسماء الثالثة تكون أو الأرض الثالثة تكون سماء للسماء الثانية وهكذا فكل أرض قد تكون سماء نعم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أطت السماء وحق لها أنطئط ما فيها موضوع شبر إلا وفيها ملك راكع وملك ساجد دل على أن السماء يعني قصد الجن عندما لمسوها أي تحسسوا خبرها أي هناك موقع يسمى السماء كما هو معروف أنه قالوا وأن لمسنا السماء فوجدناها أي صادفناها ويعني تفاجأنا بها أنها ملئت حرسا شديدا وشهبا أي منعنا منعنا عن استراق السماء وأن أخذ شيء من أخبار السماء كما كانوا يفعلون عندما كانوا يأخذون الكذبة ويلقونها في أذن الكهن كما ورد في حديث البخاري ويخلط الكهن معها مئة كذبة ثم يخبر بها الناس فيكون نعم شيء من الإخبار صحيح لكن غالب ما أخبر به يكون كذبا قالوا لمسنا السماء فوجدناها أي ألفيناها وصادفناها أنها قد ملئت و الملء كما يقول ابن عاشور يقول الملء هو غمر الفراغ الموجود بشيء يعني عندك كأس فارغ فعندما تملأه تصفه الماء أنت تملأه فأنت غمرت ذلك الفراغ بشيء فكأنه يعني ولكن هنا ملئت ليس على معنى سكب السائل أو سكب شيء إنما كما قالوا إنما المراد به الكثرة أي وجدنا كثرة عظيمة من الملائكة وجدناها ملئت كأنها قد امتلأت لكثرة ما كان فيها من أعداد الحرس حرسا شديدا و شهبا حرسا شديدا نلاحظ أنه جاءت حرسا على الإفراد ولذلك يعني اللفظ يفيد فيه معنى الإفراد ولذلك قال شديدا ما قال مثلا الحرس يعني إذا أخذناه على المفرد حارس يعني قال شديدا و شهبا قال حرسا شديدا على معنى يعني أنها قد ملئت من الجند و من الملائكة التي ملأت المكان و شهبا هناك من قال على أنه الحرس هو الشهب و من قال هناك من قال لا أن المراد أنه الحرس من الملائكة و مع الملائكة هناك شهب أي من ذهب إلى أنه كان بالحرس و الشهب و منهم من قال على أنه قد ملئت بالشهب المراد هو الشهب حقيقة قضية ملئة حرسا شديدا وشهبة هذا سنفصل فيه القول إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى إلى ذلك الحين إن شاء الله نستبدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته